السلام عليكم يعني عنا بيانات بيانات هيها موجودة في الجدول بدنا نحولها على شكل قطاع دائري وتعلمنا كيف نحل على قطاع دائري ولأنه بدنا زوايا فرح نضرب بـ 360 درجة اليوم إن شاء الله رح نحل سؤال هو عن النسبة المئوية هلأ بدي أحل السؤال الرابع من صفحة 110 عشان تفهموا الفكرة اللي أنا بدي إياها منكم عشان رح أجيب زيها إن شاء الله أو بتشبهها بالامتحان هلأ السؤال الرابع صفحة 110 الفكرة تبعته إنه في عندي أنا قطاع دائري لكن هذا القطاع الدائري مو موجود عليه زوايا موجود عليه نسبة مئوية هلأ إذا كان عنا زوايا فإحنا نستفيد منه في إيش الزوايا بمعلومة إنه مجموعة الزوايا 360 درجة طيب أما النسبة المئوية فإحنا إنه مجموعة النسبة المئوية كاملة رح تكون قدياش 100% طيب خلينا نحل السؤال الرابع عشان نشوف كيف الأسئلة ممكن تيجي عليه سؤال الرابع صفحة 110 يمثل الشكل مبيعات إحدى الأسواق التجارية في شهر رمضان والبالغة 100 ألف دينار أجب عن الأسئلة الآتية طيب طلع القطاع الدائري عندنا مواد غذائية 40% ملظفات 25% حلويات 15% وملابس 20% طيب الفريع ألف ما المبلغ الذي باعت فيه السوق مواد غذائية لا بدنا نطلع ألف بيحكي إنه مطلوب من المبلغ أنا عندي القطاع بالنسبة المئوية مو بالمبلغ يعني أنا إذا قرأت من القطاع هون المواد الغذائية 40% ما بقدر أحكي له المبلغ 40% أنا بدي مبلغ بدي يا بالدينار فرح أروح أحول هذا 40% المبلغ 40 على 100 ضرب ضرب إيش يا ميس؟ ضرب المبلغ هو قال لك في بداية السؤال إنه مبيعات الأسواق التجارية كاملة 100 ألف فأنتي بدك تاخذ 40% هدول من المئة ألف إذن أنت بدك تاخذ 40% من إيش؟ المبيعات الأسواق التجارية كاملة فأنتي بدك تضرب ضرب المئة ألف اللي هي المبيعات كاملة يعني الفكرة الأساسية إنه أنت عم تقرأي مبلغ بس أنت هون من القطاع الدائري موجود عندك نسبة مئوية ما بزبط أحكي له أحكي له في الجواب 40% أنا بدي مبلغ طيب في القطاع الدائري هذا 40% نسبة 800 من المبلغ الكامل تبع المبيعات اللي هو 100 ألف فأنا رح 40 على 100 ليش همس 40 على 100 لأنه 40% تنكتب بطريقة الكسر العشري الكسر كيف 40 على 100 بالضبط ضرب 100 ألف 100 ألف المبلغ للمبيعات كاملة هلا هون أنت وش رطرتك يا بالاختصار يا معاكي أكتر من حال يا إنك بتحطي مقام وبتضرب بسط في بسط ومقام في مقام وبتقسمي يا إنك بتختصري بشكل قطري كيف يعني بتختصري بشكل قطري يعني بدك تشوفي شو الأختصارات ما بين الأربعين والواحد وما بين المئة والمئة ألف الواحد هاي ما رح تفيدك هلا نيجي هون بتعرف إن الأصفار بتروح مع بعض فودي صفرين من هون على صفرين من هون هلا هون صار الموضوع كتيسر هل 40 على 1 40 على 1 40 أو بتضربي 40 ها خليني أضرب لك ها 4 في 1 4 وكم صفر عندنا صفر صفرين ثلاث أربع أربع أصفار بينزلوا على واحد خلص راحت إذن ضل عندنا المبلغ إذن هذا المبلغ بالدينار إذن نكتب دينارا إذن 4000 على واحد ويساوي 4000 دينار إذن هيك جوابنا بيصير صح إذن المبلغ للمواد الغذائية 4000 دينار في الرعباء ما المبلغ الذي باعت فيها السوق حلويات من القطاع بقرة 15 بالمية من القطاع 15 على 100 طب كم المبلغ اللي هي أخدته كم نسبتها هاي 15 بالمية من المية ألف إذن رح أضربها في مية ألف نفس الفكرة بود الأصفار مع بعض بضرب 15 في واحد 15 تنزل الأصفار إذن هون الجواب بالدينار في الرعجي ما مجموع المبلغ الذي باعت فيه ما مجموع المبلغ الذي باعت فيه السوق ملابس ومنظفات ملابس ومنظفات طيب المجموع أول إشي أوجد 20 اللي هو الملابس على 100 ضرب 100 ألف زائد زائد هاي الملابس المنظفات 25 على 100 ضرب 100 ألف إذن مجموع بنجمعهم أوجدي كل واحدة لحال بعدين بتجمعي توجدي كل واحدة لحال بعدين بتجمعي يلا نوجد ودي الأصفار 20 ضرب 21 وبتنزل 3 أصفار من هون زائد ودي صفرين من هون مع صفرين من هون 25 بتنزل 3 أصفار بعدين إيش ابتجمعي طلع معيك 45 ألف دينار هذا مجموع في الإعدال ما قياس زاوية القطاع الدائري الذي يمثل مبيعات المنظفات انت بهي ما بده مبلغ فانت ما رح تستفيد من الميت ألف انت بدك زاوية معناته زاوية القطاع المنظفات كم عندك 25 25 على 100 ضرب مو المبلغ انت بدك زاوية وقديش اتفقنا الزاوية 360 درجة هذا الفرق اللازم تتميزي وتفهمي ضروري إذن إذا طلب مني مبلغ فأنا رح أرجع للمبلغ الأساسي الميت ألف بس لما يطلب مني زاوية أنا برجع لزاوية 360 درجة هو بده الزاوية من هذا القطاع ومجموع الزوايا القطاع كامل 360 فبدي أشوف هاي المنظفات قديش بتحتاج زاوية وش طارتك حكينا في الأختصار الصفر بروح مع صفر ممكن تقسمي على 2 مثلا أو على 5 مثلا بسطو مقام هاي في هون عامل مشترك على 5 على 5 25 على 5 بتصير 5 و10 على 5 بتصير 2 ممكن تقسمي ممكن تضربي خليني أضرب بعدين أقسم خلي مقام 1 5 ضرب 36 هاي بدك إياها على جنب 5 في 6 30 5 في 3 15 18 180 على هاي ضربنا 5 في 36 وهون 2 في 1 2 بدك تقسم قسمة طويلة ها قسمة طويلة 18 على 2 9 في 2 18 ناقص تنزل 0 0 20 إذن زاوية القطاع 90 درجة زاوية القطاع 90 درجة هلا في سؤال بصفحة 114 هو الاختبار الذاتي على نفس الفكرة بدك أحلو عنوياكم عمل عمر وطارق إحصائية عن الوظائف التي يشغلها 50 موظف في أحد المصانع فكانت كما في الشكل 6-14 هذا إيش هو الشكل قطاع دائري إذن هو مثل البيانات بالشكل القطاع الدائري أجيب عني الأسئلة تاتية ما عدد المهندسين في المصنع تطلعي على المهندسين كم 10% طيب نقدر نحكي له إنه عددهم 10% لا ما بسير أحكي له عددهم 10% لازم أعطي رقم طيب يا مسكي بدك تعطي رقم هاي فرع ألف 10 على 100 طيب أنت بدك تعطي رقم من مين من عدد الموظفين أكيد آي لك قديش عدد الموظفين هم 50 موظف إذن 10% للمهندسين قديش بيكونوا من هدول 50 موظف بدك تضربي في 50 موظف لا نجم تفهمي الفكرة أنت بدك تاخدي منه عدد المهندسين إذن بدك تروحي للعدد إذن هو 10 على 100 ضرب عدد الموظفين لهم 50 هلا بتودي صفر مع صفر من هون 10 على 10 1 1 ضرب 5 5 إذن عدد المهندسين 5 مهندسين في الرعبة ما قياس ما قياس زاوية القطاع تركزي إنه بدك زاوية عطول زاوية يعني رح تضربي 360 درجة خلص هيك طيب زاوية القطاع الذي يمثل الفنيين في المصنع طلعي على القطاع كم الفنيين 24 على 100 إذن ليش ضربت يا ميس في 360 أول ما شفت الزاوية كتب 360 وروح تشوفت القطاع منه كم 24 على 100 اختصري بالطريقة اللي بتناسبك هاي صفر مع صفر ممكن تقسمي 10 على 2 و36 على 2 ها خلينا نشوف 10 على 2 كم بتصير 5 و36 على 2 ها صميها 3 على 2 1 1 في 2 2 بتطرحي بتنزل 6 على 2 16 على 2 8 8 في 2 16 إذن بتصير هاي كلياتها بتروح بتصير كام 18 طيب هلا 24 ضرب 18 على 5 في اختصار بينهم تقريبا ما فيه اضربي على جنب 24 ضرب 18 بطلع معك الجواب 432 وبتقسمي على 5 بتكم اقسمها 432 على 5 43 على 5 اقرب اشي 8 في 5 40 بتطرحي بتنزل 3 32 على 5 اقرب اشي 6 في 5 30 تنزل 2 لا يجوز القسمة بحط فاصلة وهون 0 20 على 5 4 4 25 إذن الزاوية رح تطلع معنا 86.4 درجات عبدك تقسم وتضربي بطريقة صحيحة عشان يطلع معك الجواب صحيحة طيب في العجيب ما النسبة المئوية للإداريين في المصنع الإداريين اللي بالأصفر مو موجود نسبتهم طيب احنا اتفقنا ان القطاع هذا كامل كم مجموعة النسبة له 100% تمام يلا اجمعي 16 زاد 24 زاد 10 6 زاد 14 2 4 5 50 اذا هدول مجموحهم 50 طيب وانت بتعرف انه مجموعة كامل 100 100 ناقص 50 كام 50 اذا نسبة المئوية النسبة تساوي 50 بالمئة للإداريين للإداريين عدد عدد المستخدمين 16 على 100 ودي 0 مع 0 10 على 2 36 على 2 هذا الاختصار فادك قبل شوي هون 5 وهون قبل شوي حسبناها 18 رح تضرب 16 ضرب 18 هيطلع معك الجواب 288 على 5 قسم طويلة 28 على 5 قريبا فيها 5 5 25 اطرحي 3 بتنزل 38 على 5 فيها 7 7 5 35 اطرحي 3 0 30 على 5 6 6 5 30 إذن 57 6 درجات هون 57 6 درجات زاوية القطاع لعدد المستخدمين هذو الأسئلة كتير مهمية في درس القطاع الدائري هكذا منكون ختمنا إن شاء الله يعطيكم العافية تم بحمد الله ترجمة نانسي قنقر